بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وهكذا شهر رجب من الأشهر الحرم المباركة التي لها مزية وأفضلية تحدث عنها مولانا سبحانه وتعالى في هذه الآية التي ذكرتها وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة إثنى عشر شهرا منها أربعة حرم سلاسة متواليات ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان سلاسة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب وكلمة رجب تعني في اللغة التعظيم والتقديس فهو شهر له مكانته وله منزلته ولذلك الناظر في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله سبحانه وتعالى فضل أناسا على أناس وفضل أماكن على أماكن وفضل أزمنة على أزمنة ومن ذلكم أن الله تعالى اصطفى من الملائكة رسلا واصطفى ملائكة واصطفى رسلا وأنبياء وفضل أنبياء بعضهم على بعض وفضل سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام على جملة الأنبياء والمرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض واصطفى الله سبحانه وتعالى واصطفى من الأرض المساجد واصطفى الله سبحانه وتعالى من الأزمنة والشهور شهر رمضان والأشهر الحرم واصطفى من الأيام يوم الجمعة واصطفى من الليالي ليلة القدر إلى غير ذلك من هذه الأمور الطيبة الجميلة التي تظهر لنا جلية واضحة في القرآن الكريم وفي سنة حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لماذا؟ لنغتنم هذه الأزمنة لنغتنم في هذه الأماكن الطاعة والعبادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده وسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم اللهم آمين يا رب العالمين وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها علّ أن تصيبكم منها نفحة فلا تشقون بعدها أبدا ومن هنا ما الواجب علينا ونحن في شهر رجب ما الواجب علينا ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة في الأشهر الحرم قال الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم ينبغي أن نفهم أن الحسنات وكذا السيئات تضاعف على قدر الزمان والمكان والحال قال الله سبحانه وتعالى يا نساء النبي من يأت من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وقال مولانا سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فالحسنات والسيئات تضاعف على قدر الزمان والمكان والحال أيضا في شهر رجب نكثر من الصيام كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الباهلي في نهاية الرواية والحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام له صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك أي من الأشهر الحرم فيا أيها المشاهد الكريم نحن في شهر فضيل مبارك كانت فيه ليلة الإسراء والمعراج على الراجح شهر عظيم نكثر فيه من الصيام شهر له مزية وأفضلية فهو من الأشهر الحرم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا وتقوى وبركة وإحسانا وهداية بفضله سبحانه وتعالى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله